السلام عليكم أعزائي في المحاضرة السابقة محاضرات السابقة اتطرقنا لكيفية تصريف الفعل الإسباني بالمضارع الذهني واتطرقنا إلى بالبداية اتطرقنا إلى الفعل القياسي كيفية تصريف الفعل القياسي باللوال إسبانية بالزمن المضارع الذهني اليوم رح يكون موضوعنا كيفية تصريف كيفية تصريف الفعل الإسباني الشاذ أو يسمى غير القياسي بالمضارع الذهني كونخوغار روس بيربوس الرغولاريس طبعا من اسمه شاذ أو غير قياسي معناته معناته بعد ما نحدف الآئرة والآئرة والإئرة أكو تغيير يصير بجذر الفعل ومن ثم ينضيف الإضافات المتعارف عليها طبعا إحنا بصف أول أخذنا نفس الحالة بالمضارع الدليلي اللي عدنا بأفعال قياسية وأفعال شاذة أفعال قياسية معروفة الأفعال الشاذة اللي يكون بيها يطرأ بيها تغيير بداخل جذر الفعل فهنا بالمضارع أذن نفس الحالة ما نقول نفس الاختلاف أنه نفس التغييرات لا بس أيضا عنده أفعال قياسية وأفعال غير قياسية رح نتطرق المجموعة من هذه الأفعال يعني الأفعال هوية فرح لا بأس أنه نتطرق لمجموعة من هذه الأفعال عندي على سبيل المثال من ضمن الأفعال الشاذة طبعا النهايات نفس النهايات وهنا المنتهي بأئرة إلى نهاية محددة والمنتهي الفعل المنتهي بأئرة وإيئرة أيضا إضافاته محددة ومعروفة و clams المفروض نتطرق على سبيل المثال عندي الفعل الكرير هذا الفعل كرير بعد ما أشيل الآية أكو تغيير يطرع أكو تغيير يطرع عندي بالآل موجودة الآل أولى الموجودة بجذر الفعل هذه الآل قبل ما أضيف الإضافات الخاصة بالفعل كرير فعل المنتهي بالآل واللي احنا عارفيها وحافظيها بالنسبة للمضارع الذهني أكو تغيير يصير بداخل الجذر يحول به الآل إلى إي إي يعني ي فيصبح الفعل الجديد كير قبل ما أضيف الإضافات وبما أنه منتيب الفعل فحتى أصرفه للنسبة للمضارع الذهني أحول الآل إلى إي إي وأضيف أ جماعتها مثل ما يقولون فراح تصير كيرا كيراس كيرا كيرا طبعا مثل ما تعرفون في حالة اليو تشبه حالة الإل تصريف الفعل بالمضارع الذهني ترجع كما كانت ترجع الإي كما كانت في حالة النصطرس وبصطرس وهذه الحالة لاحظناها وموجودة أيضا بالمضارع الدليل كيراموس كيرايس كيران ونفس الحالة طبعا هذه محددها أنه استاذس واحد وأيوس وأياس لكن هي نفس التصريف هذه الفاعل الأخير نفس التصريف نجي على الفعل سنتير سنتير أيضا من ضمن الأفعال الشاذة بالمضارع الدليلي والمضارع الذهني اللي هو موضوعنا لهذه المحاضرة أيضا بعد ما حدفنا الإي أر قبل ما نضيف الإضافات الخاصة بالإي أر بالمضارع الذهني يتحول الأي إلى إي أ ي فيصبح الفعل سينتا سينتس سينتا سينتا وفي حالة النسوترس والبوسوترس ما يرجع كما كان هذه واحدة من مثل ما يقولون حالة الشاذية بي مزدوجة يعني أول تغيير يطرع عليه أنه الأي تتحول إلى إي أي وفي حالة البوسوترس والنسوترس المفروض ببعض الأفعال ترجع كما كانت لا اتحولت الأي إلى إي فتصبح سينتاموس سينتايس سينتا 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 ثم تلاحظون فعل الآخر أيضا فعل شاذ عندي الفعل بدير الفعل بدير إذا تذكرون في حالة تصريف هذا الفعل أيضا من ضمن الأفعال الشاذة بالمضارع الدليلي كان عندنا الأي يتحول في كافة الفوائل في كافة الفوائل ما عدا النسوترس والبوسوترس يتحول من إي إلى إي ويرجع كما كان بالبوسوترس والنسوترس بالبوسوترس والنسوترس لكن بالمضارع الذهني لا يكون شاذ في كافة الفوائل فبنوع أنه من تهي الإي قرة راح تكون الإضافة أو جماعتها هذا ما يخص الفعل بدير طبعا مجموعة أخرى كثيرة جدا مثل ما تلاحظون أيضا عندي الفعل بوذير الفعل بوذير من ضمن الأفعال الشاذة اللي الأو يتحول بلا أو أ و صير و ما أنه من تهي بأي قرة من تهي بأي قرة من ضيف أ والإضافات الأخرى النهايات الأخرى طبعا نفس الحالة في حالة المضارع الدليلي أيضا كنا نحول الأو إلى أو أ ويرجع كما كان في حالة النسوترس والبوسوترس فيصبح الفعل بالمضارع الذهني بويدا بويداس بويدا بويدا بس الحالة عندي الفعل خوغار نفس الطريقة في حالة المضارع الذهني على اختلاف لكن شنو الاختلاف اللي يكون بما أنه الفعل من تيبقى أرن من تيبقى أرن يعني حالة الشاذية أنه أو تتحول إلى أو أ إذا تتذكرون يصير خويغو خويغا خويغا خوغاموس خوغايز خويغان تذكرون هنا الحالة تختلف عنا ممكن نحافظ على لفظ القي يعني أنه حتنضاف لها أ أ أ س أ إلى آخر يتحول به اللفظ إذا ما وضعنا ها يلقوه يتحول إلى خي يعني يصير خويقه مغارض هذا طبعا نحن المفروض نحافظ على اللفظ حتى نحن نحن المرح للجيه من أن تتحول إلى لفظ الخيه راح نضيف أو حتى يصير حماية للجيه من وجود الأي مثل ما تعرفون أنه الـ G بعد ما يجي بعدها A أو E تتحول باللفظ الصير خ فعتى نحافظ على لفظ الـ G الموجود بالفعل خوغار نضيف U قبل إضافة النهاية المتعرف عليها فيصير هاي بالنسبة للأيس والأيس والأستاذس هذا ما يخص كيفية تصريف الأفعال الشاذة بالمضارع الذهنية